مرحبا بك علي المرزوقي شارتنا في بوابطة الانحبارية أهلا وسهلا فيكم ونشكركم على هالاستضافة طبعا بالنسبة لفيلم هجولة اخترنا طبعا فكرة الفيلم من بين عدة أفكار حاولنا من خلال هالفيلم أن نتطرق إلى قضية أو إلى مهارة من مهارات الشباب أو هوايات الشباب اللي قاعدة تصير على أرض الواقع الفيلم طبيعته فيه حركة كثير فيه أكشن فيه غموض وحبينا من خلال تقديم هالفكرة تقديم نوعية جديدة من الأفلام لأن الفتاة الماضية السينما الإماراتية شهدت أفلام بطريقة معينة أو بنوعية معينة فحاولنا نكسر نمط هذا الموجود وحاولنا أيضا نجتذب شريحة كبيرة من الشباب ومن مرتادي السينما في دولة الإمارات خاصة وأن السوق ودور السينما وشباك السينما فيه ندرة من الأفلام الإماراتية فاليوم بمجرد نزول أي فيلم إماراتي تجد فيه عليه إقبال من قبل جماهير والجماهير يقبلون على الفيلم يريدون يشوفون أفكار جديدة يريدون يشوفون قصص جديدة يتفاعلون مع الأفلام والحمد لله خلال السنوات الثلاثة الماضية نشوف فيه كثرة الأفلام أو ازدياد عدد الأفلام يعني ما يمتمر سنة اليوم إلا نشوف ثلاثة أو أربع أفلام إماراتية محلية طبعا قصة الفيلم هي قصة محلية الدور حوله فريقين من الشباب اللي هم يتنافسون في مجال التحديات في مجال تزويد السيارات في مجال الهجولة وكل المصطلحات طبعا يتطلق على هذا النوع من التحديات طبعا هناك راح يكون فيه نوع من الرسائل اللي راح يوجهه الفيلم للجمهور طبعا هذه الرسائل قد يكون مباشرة أو غير مباشرة نحن في أحيان كثيرة كصناعة أفلام نترك الجمهور هو الحكم في النهاية يعني يشوف الفيلم احتمال يأخذ منه يعني رسائل معينة يأخذ منه انطباعات معينة فنحن كذلك نحاول أنه يكون الفيلم مفاجئة يعني تم اختيار اسم الفيلم وهو هجولة كونه من الأسماء الشائعة في منطقة الخليج وبعض الدول العربية لتحديات السيارات شهدنا في الفترة الأخيرة إقبال كبير من الجمهور خاصة بعدما اطلقنا الإعلان الرسمي للفيلم كان فيه تفاعل كبير الجمهور قاعد يسأل متى راح ينزل الفيلم فنحن نبشر الجمهور ان شاء الله ان الفيلم راح يكون فيه شباك السينما ابتداء من نهاية شهد سبتمبر بالتحديد 29 سبتمبر طبعا هذه دعوة نوجهها لكل جماهير كل المحبين للهجولة المحبين للتحديات انهم يحضرون ويشاهدون الفيلم بكل يعني بكل الأحداثة وبكل المفاجآت اللي فيه طبعا من خلال بوابة العين الاخبارية أوجه الشكر الجزيل لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة اللي ساهمت في إنجاز هذا الفيلم ولا أنسى طبعا الراعي الرسمي للفيلم شركة ربابة لتطوير الإلعاب وأشكر كل من ساهم سواء فريق العمل من الممثلين كان هناك كثير من التعاون وعن الاجتهاد في هذا الموضوع وأتمنى إن شاء الله أن الفيلم ينال على الإعجاب وأن حضور الجمهور بحد ذاته دعم للأفلام الإماراتية ودعم للحراك السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة راح فيت الممثلة مواري الكندي في بوابة العين الأخبارية ممكن تكلمين عن دورتش في فيلم هجولة؟ هلا فيت ومشكورة على هاللقاء الحلو طبعا من اسمه هجولة يعني درفت ريس تفجير كل شيء رياضة كيف تصفين تتشرفت في التمثيل في هالفيلم بالذات؟ كيف كانت؟ هي طبعا مش أول تجربة حقي في التمثيل الأفلام القصيرة عندي المسلسلات فيلم طويل مثلته تشي بس إن فيلم شراتها جولة من نوع ثاني فيلم مختلف نهائيا قصة الفيلم ويعني الأحداث اللي في الفيلم وهالأشياء كلها مختلفة نهائيا عن أي عمل اشتغلته قبض طبعا مع الطاقة من اللي اشتغلت معاهم من إخراج ومن ممثلين وكل اللي موجودين بصراحة متعة أروم ولا ما أروم؟ جاهزة طبعا يلا الموتاك 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 خلا يوليه يلعب يلا يقولي تعالوا يروح مرحبا بك حسن الجابر مرحبتي ممكن تحدثنا عن نفسك؟ أنا صاحب فكرة فيلم هجولة كانت بداية الانطلاق في مجال السينماي بفلام قصيرة في مهرجان بوظبي السينماي وشاركت فيلمين طوال كنت مساعد في إدارة الانتاج والحمد لله يعطني الفرصة أن أشارك بعد فيلم هجولة هجولة كيف تم اختيار الاسم وما معناه؟ والله تم التناقش كإدارة الفيلم عن موضوع الفيلم وكان في مطروحة أكثر عن اسمه للترشيح لاسم الفيلم وشفنا أن اسم هجولة أفضل اسم كان معروف خليجيا بشكل عام فتم اختيار اسم هجولة أحداث الفيلم هل هي واقعية أم خيالية؟ واقعية لأنه بشكل عام أكثر الشباب حين ميولهم في مجال الهجولة ومجال التفحيط ويمارسونها في الشارع لا ما كان العامة يعني بلا صح فيعرضون حياتهم الخطر وحياتهم الغير شو أول خطوات اللي أخذتها لتحويل فكرتك إلى فل؟ أول خطوة اتخذناها أن طرحنا الفكرة والمشروع على الأستاذ المنتج علي المرزوقي ونعلت عجابة وما قصرت طبعا عند دعمنا دعم مادي ودعم ما نوي كان معنا خطوة بخطوة حتى الانتهام من تصوير الفيلم يا الطيب خاصة الحبيبي الميدان احمدان أنا أسف كثير ما رح أقدر أجي تحدي طفحي تبعكم اليوم لا تقولين لازم التين وإذا فزت علي أعطيتهم أكيد أكيد حدثنا عن دورك كحيلان في فيلم هجولة دوري في الفيلم كحيلان وبيكون عندي فريق متحدي والفريق الثاني فريق خالد الفريقين بيكون بينها تحديات واستعراض وريس وأكيد أكشن وإن شاء الله تتعبون الفيلم وأكيد فيه مفاجآت وينال أعجابكم إن شاء الله شو تأثير شخصيتك الحقيقية على دورك في الفيلم؟ بشكل عام شخصيتي في الحياة ساعدتني كثير في أداء الدور في الفيلم ومساعدة من المخرجين والحمد لله قديت الدور بنجاح والتوفيق مرة بالعالمين مرحبا بك ضيفنا علي بالمطار مخرج فيلم هجولة الفيلم محتاج لأكثر من مخرجين رئيسيين ممكن نعرف الأسباب اللي يحتاجتوا لها الأكثر من المخرج كيف كان توزيع العمل بينكم؟ الحمد لله كان في بيننا تفاهم من بداية مرحلة ما قبل الإنتاج أو مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج الفيلم يمكن محتاج شوية لكثرة مشاهد الأكشن أو مشاهد الحركة فمحتاج شوية شغل أكثر وأيضا عدد كبير الممثلين في الفيلم نفس الشيء فكان محتاج مطلب أن يكون فيه مخرجين تانيين حق الفيلم كيف تم اختيار الممثلين المشاركين في الفيلم؟ طبعا تم الاستعانة بأغلب الممثلين استم الاستعانة بهم هم أصلا يعني مثل ما يقولون متخصصين بعالم التفحيط أو رياضات السيارات تم الاستعانة بهم الأداء الأدوار هم الأقرب عشاس أن يسوون أدوار الرئيس وأدوار التفحيط بشكل عام تم التنسيق مع الجهات مثل الإعلام الأمني وأيضا القيادة العامة شرط رأس الخيمة عساس أن تتسكر الشوارع عساس أن يقدر نصور فيها المشاهد لأن المشاهد أغلبها مشاهد سباق وهذا فمحتاج توفير أمن في المكان عساس أنه يعني ما يكون نسبب مشكلة حق الآخرين أو مقتدي الطريق وشو المدة اللي استغرقها انتاج العمل؟ تقريبا انتاج الفيلم خذ من ثلاثين يوم تصوير متفرقة طبعا قبل رمضان وطبعا كان في مشاهد بسيطة في رمضان وبعد رمضان والحمد لله يعني قديرا نسيطر على الوقت والحمد لله خلصنا تصوير وبدأنا نعقب مرحلة المونتاج شو أبرز اللقطات والمشاهد اللي تم تصويرها في الفيلم؟ في مشاهد مشاهد التفحيط ومشاهد السباقات موجودة في الفيلم يعني هاي المشاهد اللي هي المشاهد الإثارة في الفيلم شو المفاجآت اللي تحملها لقطات الفيلم؟ الفيلم يعني لو بقول لقطات أو باب فتكلم عن المشاهد ومشاهد إن شاء الله رح تكون مفاجأة للجمهور وإحنا إن شاء الله موعدين للجمهور يعني إن شاء الله يكون إن الفيلم من البداية النهاية يكون الفيلم حلو يعني ما يكون في مشاهد مملة أو يمل من هالمشاهد شو عنصر المفاجأة فيها؟ هل هو في التفحيط ولا في أشياء ثانية؟ في أشياء ثانية إن شاء الله رح تيب كم ما أنا بنخرب عليكم أون هذا وإن شاء الله رح تشوفون الفيلم إن شاء الله في الفصالات من أغلب المشاكل يعني لواجهتنا مشكلة الجو أو درست الحرارة العالية لأن تلما تعرفون أن الفيلم تصور في فصل الصيف فبالتالي درست الحرارة كانت ممكن توصل حوالي خمسين وكانت عندنا أيضا السيارات التي استخدمناها في الفيلم كانت ترتبع درست الحرارتها في أي وقت يعني لأن أغلبها سيارات مزودة فهذا الشيء يسببنا ويد مشكلة والشيء الثاني إن أغلب المشاهد اللي تم تصويرها مشاهد حية يعني ما في مشاهد مثلا فجو الأفوكت أو مؤثرات بصرية أغلبها مشاهد حقيقية فأي خطأ ممكن يسبب أي مشكلة فهذه الخطورة الكبيرة أنه خلتنا نحن نكون ويد خايفين أثناء التصوير من أي مشكلة تصير بس الحمد لله يعني ما صارت أي مشاكل شو الأقبال المتوقع على الفيلم سواء من داخل الإمارات أو خارج الإمارات طبعا مثل ما نعرف أن أفلام الأكشن أو أفلام الإثارة هي ممكن من أكثر الأفلام المحببة للجمهور سواء الجمهور العربي أو الجمهور الإماراتي أو الجمهور الخليجي بشكل عام أتوقع أن الفيلم سيحقق مشاهدات عالية كيف كانت تجربة أخراج فيلم هجولة بالنسبة لك؟ طبعا تجربة صعبة مثل ما قلت قبل لأن فريق عمل كبير إدارة فريق العمل إدارة أيضا مشاهد تصورات مثلا أكثر عن سبع ثمان كاميرات فبالتالي كانت إدارة فريق العمل وإدارة الممثلين كانت صعبة فعشان كما خبرناكم أن الفيلم فيه مخرجين تنينة عشان نقدر نسيطر على الفيلم أكثر أثناء التصوير ما هي التقنيات المستخدمة في تصوير الفيلم؟ الحمد لله تصور الفيلم بكاميرا سينمائية وتم الاستعانة أيضا بطائر لتصوير بعض المشاهد الصعبة اللي كانت في منطقة جبلية فراس الخيم اللي هي جبل جيس وتصور أيضا بكاميرا هاي سبيد سلو موشن بعض المشاهد كانت سلو موشن فالحمد لله إن شاء الله نتوفق في العمل إن شاء الله ينجح العمل ويلاقي إعجاب الجمهور اشتركوا في القناة